تقول الصحيفة اللندنية تنظر أوساط سياسية عراقية بتفاؤل حذر لتدرج حملة محاربة الفساد والجريمة المنظمة باتجاه الإطاحة بكبار رموزه ويرغب عراقيون في أن يروا شعارات رئيس الوزراء بشأن محاربة الفساد تطبق على أرض الواقع بعيدا عن المناسباتية والانتقائية واستعيل تحقيق مكاسب انتخابية وتصفية الحسابات السياسية والطائفية وأن تشمل كبار الفاسدين مهما كان نفوذهم ومواقعهم السياسية والحزبية ويقول ساسة وقادة رأي عراقيون إن محاربة الفساد في العراق ستظل مكبلة ومحدودة المدى والنتائج ما لم تسبقها عملية إصلاح للمؤسسات ذات الصلة الوثيقة بمقاومة الفساد وفي مقدمتها مؤسسة القضاء المتهمة بعدم المهنية وبالخضوع للولاءات الحزبية والسياسية وحتى للاعتبارات الطائفية